فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلسي حكماء المسلمين من أسماء الله الحسنى اسم يحلم بنيله كل إنسان وهو اسم العدل لغوياً ماذا تعني كلمة العدل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه العدل ببساطة هو ضد الجور أو ضد الظلم ده المعنى المختصر المعنى المعنى وإن كان عند المناطق لا صح التعريف بسلب شيء لكن هو هكذا أنه ضد الجور وهو طبعاً الاستقامة وهو الحق كل هذه المعاني تدخل في العدل يعني اسم العدل سبحان الله لم يرد في القرآن الكريم صراحة لا اسماً ولا فعلاً طيب أين نجد اسم العدل في القرآن الكريم؟ نعم لكن قبل ذلك اسمح لي أن حضرتك سألتني عن العدل بالمعنى اللغوي ولكن هو مستخدم طبعاً كمصطلح في خاصة في أسماء الله الحسنى وفي التفسير وكذا وكذا وفي العلوم هو من تعريفه أنه تصرف المالك فيما يملك يعني المالك حين يتصرف في ملكه إذا ثبت له الملك أولاً ثم يتصرف فيه كما يريد فهذا هو العدل يعني هو مقبول من هذه الصورة وحتى احنا في مخاطباتنا الجارية أقول لك من حكم في في ماله ثم ظلم فما ظلم فإذا يتصرف كما يشاء فيما يملك ومن هذا المطلق حين نقول أن الله سبحانه وتعالى هو العدل أنه يتصرف في ملكه بما يريد وسألت حضرتك أن هذه الصفة أو هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم نعم لم يرد في القرآن الكريم وأن هذا لا يعني أنه لا يكون إسماً من أسماء الله الحسنى كيف ذلك؟ هو مثبت في القرآن الكريم ومثبت في السنة ولكن نتعرف الأول على ضريقة الإثبات أحياناً يكون التعبير عن الشيء بتضخيم نقيضه يعني بتضخيم الضد بتاعه ويعني ترويع السامحين فيه يعني أثبت من إثباته إثبات الإسم بإسمه المتبادر حينما يطلق وده حصل فعلاً بالنسبة للظلم؟ ده حصل بالنسبة للقرآن؟ دعم القرآن الكريم مش ساب العدل ولم يترك يعني صفة العدل أو اسم العدل وهكذا بالعكس آيات عديدة تفوق للمائتين أنا أحصيت مشتقات الظلم 271 يا الله شيء عجيب شيء عجيب وده يفسر لك أن الله لم يحرم على نفسه شيئاً إلا الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا أو لا تتظالموا فالقرآن تحدث عن الظلم وتحدث في أكثر من تسعين آية عن عاقبة الظلم صحيح وعن عقوبة الظالمين واحد وتسعين مرة تقريباً واحد وتسعين مرة وذلك الواحد لم يستطع يضرب أمثلة يعني حضر بأي ولا إيه وطبعاً يعني 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 تنويعات من العذاب أو من العقوبة في الظلم ده